وصل عدد من الشيشان الفارين من روسيا إلى جمهورية البوسنة هذا الأسبوع تفاديا للتجنيد في الجيش الروسي وأملا باستخدام الدولة الواقعة في البلقان كنقطة انطلاق للوصول الاتحاد الأوروبية وقالت وزارة الأمن البوسنية أن المجموعة المكونة من حوالي 50 شخصا معظمهم من جمهورية الشيشان الروسية تجمعوا بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبوسنة مع كرواتيا العضوي في الاتحاد الأوروبية وذكر بيان الوزارة أنهم يريدون الوصول الاتحاد الأوروبي لأنهم على حد تعبيرهم يفرون من التجنيد العسكري في روسيا ويتم إرسالهم للقتال في أوكرانيا تجمع المواطنون الشيشان بالقرب من معبر ماليفاتش الحدودي في منطقة كراين شمال غرب البوسنة بينهم أسر معها أطفال ويأملون السماح لهم بدخول كرواتيا